اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان النهاردة عندنا تغطية خاصة لمعرض ايجيب باور شو ده حدث هام جدا لأهل الصناعات الكهربائية وصناعة الكابلات عندنا حوالي 22 شركة مصرية مؤهلة للتصدير بتشتغل في قطاع الصناعات الكهربائية والكابلات جبنا لهم مشترين من العديد من الدول الافريقية والعربية والاتنين قعدوا على مائدة مفاوضات واحدة هذا الحدث برعاية وزارة التجارة والصناعة والمجلس تصديري للصناعات الهندسية الكل يدفع قاطرة التصدير للوصول الى حلم تحقيق صادرات مصرية بقيمة 100 مليار دولار النهاردة هنتعرف مع حضراتكم على قصة اول جنريتور مصري اول مؤلد كهربائي مصري بيت صنع في مصر كمان هنتعرف على قصة مجموعة من الشباب قرروا اقامة مصنع للكابلات فلوسهم واستثمرتهم الضعفة 50 مرة هذه الكطاعات كطاعات هامة جدا وكل مشروعاتنا القومية وايضا المشروعات في العديد من الدول العربية تعتمد على صناعة الكهرباء المصرية وصناعة الكابلات كمان هنقابل اصحاب الخبرة المهندس شريف السياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية والسيدة مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية والدينامو هذا القطاع كمان هنقابل السيدة ايريني ميشيل وهي نائب رئيس مجلس ادارة شركة سري برازرز للاضاءة وهو كيان مصري واعد بالفعل خليكم معنا في حالة اهمة جدا عن قطاع الصناعات الكهربائية وصناعة الكابلات